السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سيد الحسن باك شباب حرقة جديدة من شروحات ديسكورد أو طريقة إنشاء سيرفر ديسكورد لاحظت أن السلسلة عجبتكم جعلها قبال كبير جدا وحتى في ناس جدت وسوت لقيه سيرفرات وقالت نبيك الدش وتقيمنا على الأشياء اللي إحنا سويناها فيالله شباب على السرع بدون ما نطول خلنا نبتدي أول سيرفر عندنا هذ السيرفر مثل ما تشوفون ندش على كاتوغري ومضبط وحلو في إيمواجيات طبعا أنه مستخدم في البداية بوت الميسكس بعدين حاوي علي بروبوت سوالي خلفية إسطورية وهو بعد إسطوري ماشاء الله حلو لا السيرفر مرتب عنده بعد بروب بوت الميسكس هاي كلهم نشرح عنهم البوتات إن شاء الله في المستقبل وبراويكم شلون تسوون كل ما موجود في ديسكوردنا وطبعا شباب اللي يسأل عن إذا أنا أقدر أسوي ديسكوردات لأحد إيه أقدر بس بمقابل مادي تبقي تعالك فهم يعني في الديسكورد هذا الآية اللي مالي وإذا تبقي بعد حياك الإستغرام بعد شاسمه موجود إنا انزل؟ أوك هاي واحدة ثاني ديسكورد ثاني ديسكورد النهاري حاط له بعد بوت الميسكس وميوت أو سمال أمونغس وسوالاي جيمس هاي شرح عليهم كلهم لا صراحة الله يوفقكم بداية موفق عليكم سيفوراتكم حليوة ويلا خلنا نبتدي في موضوعنا طبعا آخر شي وصلنا إلى أن احنا دخلنا لبروبوت وضبطنا الأوامر العامة والإشراف فالحين نكمل على أوامر الولكم طبعا أول ترحيب طبعا أول شي تفعلونها أنا سويتها خلف الكواليس لأنه شوي تاخد وقت شوف أول شي إذا تضغط على هذه لازم تكتبهنين الرسالة الرسالة تكون عبارة عن مرحق نورتها مثلا وتحط هنا تنسخه اليوزر تنسخه بهالطريقة تحطه فوق بيست نزيل نتمنى لك وقت ممتع في سيرفر هاي طرعا السيرفر أنت تحطه من هنا شوفوا هاي اسم السيرفر تنسخه وتحطه فوق نزيل أنت العضو رقم هذا تحطه من تحت تحطه هنا عشان يصير عندك بالضبط نفس الموجود في السيرفر نشوفوا نورت يا من شنا العضو في سيرفر انفنيت التك وحط له أنت العضو رقم نزيل وتضغط هنا أو تختار وانت بيرسل هذا الرسالة أنا إلى الروم حطيت الويلكم بالنسبة للخيار اللي تحت تفعله طبعا مثل ما تشوفون هذا هو الخيار بعد الإرسال إلى الروم الروم الويلكم أنا حطيته وسوت لي صورة بسيطة بسيطة جدا يعني حتى ما تاخذ من وقت شيء نورت نورتنا في السيرفر وهني اسمه ما هي صورتها وراح تكون انت هنا تقدر تعدل على الشيء تبوي وذاكت مصمم فناء كرار عليك الجيني تختار إيميج وتسوي التصميم أحلى من هذا التصميم هذا لتشوفه قدامك نزيل وهذه الويلكم بكل بساطة انت زينة طبعا بخلي عضو يديش من عضاء سيرفر أنا بخلي يديش عشان تتأكلونا وأراويكم بالنسبة للشيء الثاني له الرد التلقائي الرد التلقائي شي جدا مهم في كل سيرفر يعني مثلا رونجيهني على الشات العام مثل ما تشوفون نكت مثلا سلام عليكم مثل ما تشوفون البوت يرد علي وعليكم السلام وأيضا منشينا طبعا هاد لا تسألون هاي بلوغينا تحطنها في السيرفر أو في الدسكورد مالي يعني إذا تبعونا أشرح عليكم فأشرح عليكم معنا فإحنا قنا نضيف واحد لكم نجرب تضغط على هالخيار تكتب هني الرسالة يعني إذا انت شنو أرسلت مثلا نكتب إحنا سلام عليكم نزيل وهني رد البوت مثلا تكتبوا عليكم السلام وتاخد هادي عشان ما نشينوا تلما تشوف تسألها الكوفي وتحطها فوق بيست تنزل تحت الضبط يعني مثلا الرؤلات المفاحلة ما نصحك والرومات المعطلة مثلا يعني مثلا روم العلمي كتبت فيه انتا شلي 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 ما نصحك فأنا أقول لكم خلى لا تغيرهم في شيء نزيل طبعا نلسى واحد سابق فما علينا الحلو نفرض نجي على ديسكورد هالا مثل ما تشوفون ونكتب مثلا في الشات العام أنا مضبطنه مضبطنه من المسابس عشان أنا أتأكد قبل الشر سلام عليكم آه عفوا سلام عليكم شوف شلون البوت برد عليه بشكل تلقائي نزيل بعدها يجي نظام الليفيلات نظام الليفيلات هاي شو مهم عدنا احنا في الدسكورد مثل ما تشوفون عنديش عليه عدنا مثل ما تشوفون الروم خاص بتقدم المستوى نزيل وكلما واحد يزيد مستوى يجي هني في هالروم وطبعا إذا سوف وخلص الليفيل المطلب يحصل على رتبات متفاعل طبعا مثل ما تشوفون هالا عندها رتبات متفاعل وكل شي طبعا مثل ما قلت لك إذا تبوان اشرح لكم البلوغنز وحاضرين اشرح عليكم وطبعا مو مضر على الدسكورد ولا في اي شي بالعكس يمفعك نزيل طبعا هني تختار الرومات بدون اكس بي والرومات بدون اكس بي يعني مثل الرومات تحط الكنك ما يحسب له و الاخر يعني هني الرومات تختار الروم اللي انت سويت انا سويت ابل اصح ما سويت وراح اسوي حين قدامكم هني روم مثل ما تشوفون راح اسوي هني قدامكم روم طبعا لازم يكون تكست اسمي مثلا مستوى نزيل راح يفتح لي روم احد البروميشن ما اضغط على الثاني خيار اضغط على الثاني خيار وبعدين عفوا اخلي ما حد يقدر يسوي ولا احد يسوي رياكشن عشان لا يزعجكم نزيل بعد ان نرجع ونسوي رفرش للصفحة عشان يطلع علينا الروم مثل ما تشوفون طال علينا الروم اللي مستوى حلو الحين تفتح اشي جديد اضغط على هالخيار وتختار الليفل طبعا هني يعطيك رذبة مثل ما قلتون فانت تجعله هني وتختار سيرفر سيتنج تروح على هذا الخيار وتسوي رول انا طبعا سويت رول اسم المتفاعل متفاعل وخليته تحت انت تقدر تضبط على لونه تضبط على مميزات انت كيف كش اللي يريح على سبيل المثال اختار هذا اللون نزيل ونحط نحط الرول طبعا هني مثلا لكم سوينا فما يحتاج وهني تختار الوقت او الليفل المناسب فانا على سبيل المثال رح اختار الليفل عشرة للاثنين طبعا مثل ما تشوفون هني يقولك ان هذي العضو يبقى لها القد على ما يحصل هذا الرتبة انت كيفك تقدر تقفف ترفع كيفك طبعا هني تهنية العضو في الخاص تقدر تفعلها كيفك وهادي مثلا هاشتاك كتب هاشتاك هاشتاك رانك انت تقدر تضغط علىها وتضبط مثلا في اي روم بس يعني في روم محرد تتخليهم يكتبون هذا الامر مو في كل الرومات انت بعدين تقدر تضبط على الشي سيني الشي اللي بعدها له اللوغ اللوغ هذا شي يعني شتونا اقول لكم مهم مهم بشكل مو طبيعي يعني مثلا خلني براويكم في السيربر متل ما تشوفون هذي كلها اللقات احنا نضبطينها وتعبين عليها يعني عاسم المثال الانضمام لو تدشون على الانضمام مثلا متل ما تشوفون هذا العضو اسمه داش السيرفر وشنو صار الحسابه صار ليتشم ومتتأسس ومنه الداعي طبعا هذا جاي من طرفي الله يخليك نزيل اوكي الحين انت تسويها تسوي روم مثلا هنا انا براويكم يعني كشي بسيط بسوي هنا كاتوغري اسمه الادارة نزيل وبسوي مثلا داخلها تيكس تشانل بسمي اللوغات نزيل واكيد اعطي الهني بورميشن انه افريون ما قدروا نشوفون هذا اللوغات لكن لو مثلا ايجون على رتبة الادمين فوق اي اوكي يقدروا نشوفون التشانل بس بعد ما قدروا نسوي المساج عسان لا يزعجونه وبعدين اجي على الابروبو تسوي رفرش وتفعل هادلين كلهم بعد ما فعلتم تختار الروم المحدد اخترت اللوغات اخترت اللوغات تسوي تفعيل للكل عشان ما تتعب روحك الا اذا انت تبقي تتسورون معين لكل واحد نفس اللي احنا مسوينا فعلى سبيل مثال مثل ما تشوفون انا احنا بروح على شات العام وبمسح رسائل مثل ما تشوفون بجيني في اللوغات انه الرسالة عمسحت اوكي وكل شي كل شي يعني باقتصار بيينلك كل شي هذا اللوغات باقتصار الرولات التلقائية هاي اللي كل من منتظرنها كل اللي عليك تضغط على هني وتختار رولة تلقائية مثلا الممبر وتسوي شديد الحين اي عضو بدش السيرفر تلقائي راح يعطيه رول الممبر فالحين بروح انا لي واحد من الشباب بخليه دش السيرفر عشان تشوفه بخليه فعنا الولكة ماادرش فيها بالضبط بس المفروض انه هي تطلع يمكن حطيتروم غلط بس انه هي مضابطة ضبطة بس ماادرش اللي صاير بالضبط مثل ما تشوفون اللاكرة مثل من برجتة وبدون اي مشاكل طبعا ان شاء الله هاي تقريبا شرح البروبوت خلصنا بشكل كامل هاد لان اشياء يعني مو مهمة مو مهمة في البروبوت يعني بس انت تضبط بيها تضبطها يعني يعني بس خلص تقريبا خلصنا كل شي في البروبوت باختصار ان شاء الله شرح الجان ونتعلم عن بوتات ثانية نضيفها للسيرفور تفيد كبوتات الاغاني و الى اخره وبس شباب ان شاء الله تشوفكم في شرح ثاني وفي اوان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة